أبونا مكاري مرة أخرى أهلا وسهلا بك وإحنا مبسوطينك تكون معنا أشكرك كثير في البداية عاوز أسأل أنت إلك فترة طويلة بتخدم الرب بالتحديد أكم سنة؟ أكثر من 45 سنة 45 سنة لكن عاوز أسأل على المراحل اللي أثرت في التكوين والبذرة الخدمة والمحبة اللي موجودة في قلبك تجاه النفوس؟ شو اللي قادك لهذا الموضوع؟ أنا من طفولتي عندي حب للألحان والكنيسة ويمكن من سن عشر سنين أو حداشر سنة كانوا علمونا إن إحنا نصوم صوم العذرة للنجمة فكنت بطلع في أرض خلاء كده تابعنا يعني وأنتظر النجمة وأنا في صلاة بدموع بس صلاة بلحن يعني أصلي بلحن يعني أبكي بدموع غزيرة يا رب ارحمني مثلا وأقول كلام أنا جي بيه أربنا وأنا يمكن ما كنتش مدرك تماما فاتوضعت البذرة في قلوبنا بعدما مشينا من السعيد ودخلنا الجامعة والرب حول طريقنا بواسطة قديسين ومباركين فالرب وضع رجلينا على طريق الخدمة ودينا نعمة إن إحنا نمشي في الطريق حب الرب في قلبي المتزايد يوم بعد يوم هو اللي بيقودني للخدمة النامية باستمرار أحبت الروح اللي في قلبي عندي شو في قلبي شديد جدا إني أرفع اسم المسيح بأي كيفية بأي كيفية سواء على حساب جهدي أو جهادي أو مالي أو وقدي أو كل شيء شهوة قلبي إني أرفع اسم الملك المسيح أمين وهذا واضح جدا من خلال حياتك وشهادتك وخدمتك اللي منشوفها موسيقى 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 اشتركوا في القناة